أرقام أحصائية تكشف ثباتاً في نسبة المسيحيين في لبنان واتجاها نحو ارتفاع مطلط في أعدادهم في السنوات العشرين المقبلة تقرير دونيز رحمي فخري أرقام مفاجئة ولكنها واقعية ومن شأنها أن تقلب رأساً على عقب كل الأفكار المسبقة هي الأرقام التي توصلت إليها دراسة أجرها المركز اللبناني للمعلومات وراجعتها لبنون ستاتيستيكس وحملت عنوان الواقع الديموغرافي في لبنان أرقام أظهرت في خلاصتها أن نسبة المسيحيين من المجموع العام لللبنانيين استقرت بعد تراجع في الأعوام الماضية على 34.3% مقابل 65.47% للمسلمين الأحصاءات التي بلشنا فيها ارتكزنا بالأساس على لوحي الشاطب والتي هي أرقام موجودة ومن لوحي الشاطب بلشنا نجيب أرقام طلاب الجامعات، طلاب المدارس، أعداد الولادات وشلنا أعداد المهجرين التي طلعت معي بالمرحلة الأولى درنا نتوصل أن نسبة المسيحيين اليوم باللبنان توصل 34.3% من الأرقام اللافتة في الدراسة تلك المتعلقة بنسبة المهاجرين فمنذ اندلاع الحرب في لبنان عام 1975 حتى منتصف الثمانينيات كانت نسبة الهجرة في صفوف المسيحيين أعلى بكثير منها لدى المسلمين لكن العكس حصل ابتداء من منتصف الثمانينيات وحتى العام 2011 حيث سجلت نسبة المهاجرين المسيحيين نحو 47% مقابل نحو 53% للمسلمين في عندك المصادر متعددة بمطارح معينة كانت تعطي معلومات متناقضة نحن قدرنا نعملها سورتينج بمطارح معينة ونربطها بقدة جهات وقدة مصادر لقدرنا نتوصل أن نقسم عداد المهاجرين حسب المراحل تاريخية معينة معدل الخصوبة سجل تراجعا واضحا عند المسلمين بين العامين 1971 و2004 حيث انخفض من 5.44% إلى 1.82% أما عند المسيحيين فانخفض أيضا ولكن بوتيرة أقل أي من 3.56% إلى 1.53% من بعد ما نحكي عن معدل الخصوبة عند الطواقف نحكي عن الأسباب التي وصلت لهون من النزوح إلى الكرة من زيادة نسبة التعليم من العولمة من انحصار الزواج بين الأقارب وعدة أسباب نحن شرحينا بهذا التعرير في الدراسة توقعات مبنية على أسس علمية تشير إلى أن نسبة المسيحيين ستبدأ بالتصاعد في السنوات المقبلة نظرا إلى تراجع موجة الهجرة والتساوي في أعداد المهاجرين المسيحيين والمسلمين وانخفاض نسبة الإنجاب لدى المسلمين بحيث تصل إلى 34.35% عام 2011 و37.55% عام 2030 و39.03% عام 2045 هذا مقابل تراجع في أعداد المسلمين من 65.47% إلى 62.32% وصولا إلى 60.86% ما بدنا ننسى أنه هول التوقعات أنت منك محتسبة الهجرة أنه أنا ما بقدر أتوقع سنة الجاية قد يصبح الهجرة هذه كلها مرتبطة بالوضع السياسي للإقتصاد في النهاية إنها دراسة لا تقتصر معانيها على الأرقام أو الأعداد بل على واقع مسيحي يعكس تجذورا في الأرض وإيمانا في الدور في حاضر الوطن ومستقبله ترجمة نانسي قنقر